35 اصابة بامراض سرطانية بينهم 20 حالة وفاة من اهالي منطقة الخوالص التابعة لقضاء الخالص بمحافظة ديالا والسبب ابراج الاتصالات الرئيسية التي وضعت داخل المنطقة امر دفع الاهالي للخروج عن صمتهم وتنظيم وقفة احتجاجية منذ دخول شبكة كورك ازدادت الاصابات بمرض السرطان في المنطقة التي تبعد 200 متر عن البرج هذا البرج كورك يسمى برج الام يبثل جميع الفرعيات الموجودة داخل القضاء هذه الابراج هي منصوبة داخل المطاق السكنية ولا تبعد حوالي 100 متر عن المدرسة وهذا مخالفة للقانون احنا وقفنا وقفة احتجاجية لمدة سبعة ايام الجوة الشبكة كلها مصابة حاليا 35 اصابة و22 عفو حالة وفات يعني كلها وماكو دليل كلها حاليا يعني مصابين قبل دخولها يعني قبل 2008 ماكو اصابات ليش من جد تظارة الاصابات عندنا هجرة جماعية تهدد اهالي المنطقة لم يتم الاستجابة لمطالبهم ورفع ابراج الاتصالات التي بدأت تفتك بحياتهم كانت اي اصابة ماكو حاليا من 35 الى 40 اصابة الوفيات 20 اصابة لحد الـ 25 يعني احنا نطالب الجهات المعنية ان نزيل هذا البرج وإلا احنا راح نطلع من المنطقة ونعوفها عليهم لأن اكثر من شك واشتكينه ومحد ما نفذنا اياها بشكل شبه سنوي يسجل حي الخويل الصحشرات الضحايا بامراض سرطانية والسبب يعود الى نصب برج رئيسي للاتصالات تأذي اشعاع خطير وسط سمت الجهات المعنية من محافظة ديالة عبدالله الباش قناة الرشيد الفضائية